مولاي الملك العظيم هراك أتيناك من غزة وبلاد الشام بركب من تجار قريش وعلى رأسهم أبو سفيان وهو من سادات قريش ولم يؤمن بهذا الدين ولم يتبع أحمد وهو من أعدائه أيكم أقرب نسبا من هذا الذي يزعم أنه نبي أنا أقربهم نسبا فأنا صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف تقلب إلي وأنتم قفوا وراءه سأسأل هذا الرجل فأن كثبني كذبوه والله لولا الحياء من أن يؤثر علي الكذب لكذبت كيف نسبه فيكم؟ بل هو ذو نسب هل كان أحد آبائه ملكا؟ لا أشرف الناس الذين يتبعونه أم ضعفا؟ بل من الضعفا؟ هل يزيدون أم ينقصون؟ يزيدون؟ هل يرتد أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ لا هل اتهمه أحد بالكذب قبل أن يقول ما قاله؟ لا هل يخضر؟ لا ألقى لا أحد مثل قوله قبلا؟ لا هل قاتلتمون؟ نعم وكيف كان قتالكم إياه؟ الحرب بيننا سجال ننال من وينال من وبماذا يأمركم؟ يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة ويقول أعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا سألتك عن نسبه وهل تتهمونه بالكذب أو الغطر؟ سألتك عن من يتبعونه ضعفاء مناسي أن أشرفه وما أجبت أنه بصفات الرسول سألتك بما يأمركم أجبتني بعبادة الله وعدم الإشراك به فلو كان ما تقوله حقا وكنت عنه لذا سألت له قدميه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر